تم تجشين مؤخرا أو فتح خط بحري بين الجزائر ونابولي الإيطالية هذا الخط البحري تم تجشينه حسب الكثيرين اعتبر متنفسا جديد في المهجر بين الجزائر والضيفة المالية للمتوسط هناك خطوط بحرية مع إسبانيا وإيطاليا كذلك الآن خط مع مدينة نابولي معني الحديث أكثر في هذا الموضوع المستحدث عبر سكايب سمير شعبنا إعلامي مهتم بشؤون الجالية الجزائر سمير مرحبا بك هذا الخط الجديد بين نابولي الإيطالية هل فيه من تفاصيل عدد الرحلات وأسعارها كذلك سمير مرحبا تسمعوني لك ومتتبعين داخل نعم أنا أسمعك مرحبا معك تفضل سمير شعبنا قلت تحية طيبة لك ولكل المتتبعين نعم الجالية الجزائرية استبشرت خيرا بهذا الخط الجديد على الجزائر والنابولي والأول من نوعه مثل ما يعلم الجميع بقد سيمتص يعني الضغط على ميناء مارسيليا الدولي على ميناء أليكون ضف إلى ذلك سيجنل الآن أو ابتداء من يوم الغد لأن الرحلة العودة ستكون يوم الغد قبل الإيطالي إلى ميناء العاصمة سيتسنى لأبناء جاليتنا ككل وحتى في الدولة المشاورة لإيطاليا كألمانيا كذلك باتشيك ضيف إلى ذلك كذلك مالطا سيساعد ويساهم تسهيل مهمة أبناء جاليتنا هؤلاء الذين كانوا يعودون يعودون كذلك بشق الأنفس على مدينة مارسيليا الفرنسية من خمس رحلات بطبيعة الحال إلى غاية بداية شهر سبتمبر كل يوم أربعة لكن كنا نتمنى بكل صراحة أن هذه الرحلة تكون من إلى مدينة عنابة أو ميناء عنابة أو سكيكدا بحكم أن عدد الجالة المقيمة في إيطاليا تنحدر من هذه المعنى بلاد من مدينة عنابة من مدينة سكيكدا فتمنينا ذلك لكن لا بأس أن هذه يكون على العاصمة الجزائرية لأنه لا يخفى لك ولا يخفى للجميع كذلك أنه فيه ضغط كبير كالشرقية للبلاد وبالتالي هذه الأول الرحلة يعني استبشرة استبشرة الجزائرية الجزائرية خير واستحسنتها وتتمنى كذلك أن تكون رحلات أخرى هي أخرى كمدينة جينوفا التي سبق لها وأن احتضنت وإن استقبلت كذلك في السنوات الماضية نعم فيما يخص القطل أن الرحلات ستكون يوم الأحد من ميناء الجزائر العاصمة والعودة بعد كم في كل رحلة برحلة العودة لا يخفوا إيطاليا بعيدة بطبيع الحال مقارنة بمدينة الإلكترونية إذا أخذنا بالإعتبار للمسافة الرابطة بينها على سبيل المثال وهران وإسبانيا يقول أن تتعدل عشر ساعات على أقصى شيء مارسيليا على سبيل المثال الجزائر العاصمة أزيد من 28 ساعة يعني كاملة هذه ربما المسافرين وحتى طاقم الباخرة وحتى كذلك إذا أخذ الاقتصادي نسبة الفيول أو نسبة البنزيل ستكون أكثر بكثير فبصراحة المتعة والفرجة على بس الباخرة الجزائرية يعني شدة الرحال صباحة هذا اليوم لتصل إلى نابولي يعني الرحلة تكون تكون بالأحد والعودة بالأربعاء هكذا سامير إذا من نابولي لا 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 فيه رحلتين فيه رحلة يوم فيه رحلات يوم الأحد وفيه رحلات يوم الأربعاء يعني هي رحلة ذهابا أياما في الطبيعة بكل صراحة يعني المواخر الجزائرية سخرت يعني مئة في المئة لتسهيل مهمة والصهر كذلك على نقل المقتنون الجزائر مثلما تعلم أخي حمزة ويعلم الجميع كذلك لدينا فقط أربع مواخر تتركوا بمزياد الجزائر الثنين تصيل الثنين وبرج باجل المقتار الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا تنتظر في كل لحظة من اللحظات إلى ملنائها سوى في إسبانيا فرنسا أو الآن إيطاليا فيما يخص الأسعار عندك فكرة بين الجزائر ونابولي الأسعار أخي حمزة بيكون صراحة ويبقى الشغل الشاغل يعني عندما تتحدث أهم حتى من خط الرحلة في عدداته يطرحه المقترب هل الأسعار وأنت تنولت ذلك أخي حمزة في العديد من برامجك والشروق يتم شكورة على ذلك إنشغال الجالية حول موضوع الأسعار في كل برامجة وكل تقاريرها التليفزيونية بالنيابة يعني وعدة أقول وعدة أن نحو إيطاليا ستكون أقل سعرا وأقلت كلفة يعني من الأسعار طرحها أول مفروضة إن صح القول على فرنسا لأنه ضغط كبير على فرنسا هي في فرنسا أزيد من 5 مليون وبالتالي الشركة على ما أظن أن تستفيد وتريد كذلك أن يعني كلها متخول خلال بعد الأزمة التي عرفتها منذ سنتين كاملتين بسبب جائحة الكورونا والمالية الاقتصادية في حدود كم في حدود كم تكون سعر سمير 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 سمحني الصوت غير واضح لا أدري إن كنت سمعوني سمير الصوت غير واضح سمير لما وصلنا نتكلمه على السعر راح عودنا لما سمعنا ما قلته قبل قليل نعم وسيعب علينا من طرف الجالي عندما تحدثنا عن هذا الموضوع قلت أنه الأسعار ستمائة سبعمائة إلى ثمانمائة أوضو يعني بين ميناء ناقولي لكن أنت على علم أخي حمزة وعلى علم كل يعني المتتبعين أنه المغتربون الجزائيين ما يريدون العودة إلى أرض الوطن الوطن عفوا علامة البواخرة وعلامة النهارية عادة ما يريدون العودة بمركبتهم يعني بسيارتهم وبتالي ستكلف أبناء الجالية الجزائرية لأن ما كان خاصة يعني في أقول يعني في علامة البحث ستكلف ذلك لأنه كل أبناء جاليتنا يريدون العودة لكي المركبات هنا في الجزائر وحتى يتسلن لهم كذلك زيارة الجزائر بالطبع بما أماكنها الأثرية والسياحية مع الأبناء يعني دول المحاذية لإيطاليا العودة لأنه الكثير من أبناء جاليتنا قبل هذه الرحلة وقبل رحلة اليوم التي الله بعد 48 ساعة يعني من الآن يعودون على تونس يعودون على تونس على البواخر التونسية وحتى البواخر هذه أكن الحمد لله اليوم أنه الشركة يعني فكرت في هذه الرحلة حتى يتسنقها على المنافسين الإيطاليين والتونسيين هذه مهمة جدا للاقتصاد الوطني عجلا الاقتصادية حمد سمير شعبنا الإعلامي والمهتم بشؤون الجالية الجزائرية شكرا جزيلا لك شكرا سمير عليكم الكرام الآن نمر مباشرة إلى تفاصيل الأخبار مع وسيلة جعرون